بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد الحمد لله الذي جعل الدكر طمأنينة القلوب اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد حبابي في الله تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير تنتمنى يربي إحفظكم من كل أدى اليوم إن شاء الله أجبت لكم سورة الرحمن سورة الرحمن عروسة القرآن سورة الرحمن للشفاء وللرزق غادي إن شاء الله ناخد سورة الرحمن على أسس باش نتشافه من جميع الأمراض في نفس الوقت نحن تنقرأوا سورة الرحمن وتنتشافه من الأمراض جميع الأمراض الروحية الجسدية الناس اللي عندهم مس الناس اللي بغين يتزوجوا سبحان الله لها طاقة رحمنية قوية عروسة القرآن إنها فعلا عروسة القرآن سبحان الله تتقرأها على أسس الشفاء وتتعطيك الرزق تتقرأها على الرزق وتعطيك الشفاء المهم تتقرأها على كل الحالتين تعطيك الشفاء والرزق إذن كيفاش قراءة ديالها غادي إن شاء الله بحول الله وقوتي ناخد ماء ونقرأها سبعة المرات هذاك الماء كل ليلة نقرأ سورة الرحمن سبعة المرات على ماء ديال يوم كل نهار نقرأها في الليل ما قدرتش أنقرأها متفرقة على حسب القدرات ديالك ما قدرتش تقرأها سبعة المرات تقرأها سلسة مرات نقرأها على ماء وأشرب أقرأها على ماء وأشرب سبحان الله لها مفعول قوي لها مفعول إيجابي لها مفعول لا يعلمها إلا الله لا يعلم هذه القراءة اللي غا تقرأه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولي غادي جزيكم بالقراءة ديالها علش مقريتها على الشفاء على الرزق سبحان الله يعطيك الله الصحة والعافية وتيبدي سبحان الله العظيم تيبعد منكم النحوسات وتيبعد منكم شر المرض وتيبعد منكم شر الفقر إذن أحبابي في الله تنتمنى أنكم تدروها تقرأها من الأحسن تقرأها سبع مرات وغادي إن شاء الله أحاول أنكم تصنطلها لأنها فعلا تتعالج جميع الأمراض إذن أحبابي في الله ما أبقى لي غير نقول لكم هذه الوصفات اللي سنعطيكم را مجربين مني را مجربين مني لأنني أنا في يوم الأيام كنت مصابة بالمس ولكن الحمد لله تشافيت وتعافيت وتنتمنى الشفاء لجميع الناس يا ربي تنتمنى أنكم تستبدوا من هذه الفائدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته